حملة بيئية لتنظيف شاطئ أصلابيخات لمتابعة حالة نفور الأسماك وما أثر عن حالة نفور كبيرة للأسماك نحن اليوم متواجدين في شاطئ أصلابيخات اللي موجود بجانب مقه أصلابيخات الشعبي في حملة لتنظيف الشاطئ من الملوثات أو من المخلفات اللي موجودة طبعاً ظاهرنا أو لاحظنا مثل الجميع اللي لاحظوا معنا ظاهرة وجود أسماك لتشم النافقة أو الموجودة على الشاطئ أمانة وكمياتها جداً كبيرة طبعاً سابقاً تم تصريح من بعض الجهات أن سبب وجود الأسماك بهذه الكمية الكبيرة هو عملية الصيد والصيادين اللي قاعد يرمون السمك لتشم لأنه ما منه فايدة بالنسبة لهم في الجون ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو شي اللي يابع عند الجون؟ مفروض أن في الجون الصيد ممنوع فشون السمك هذا وصل حق الشاطئ؟ حالة نفور كميات من الأسماك في منطقة أصلابيخات اكتشفت في منطقة ضحلاء تتميز بقلة حركة التيار البحري وتكثر فيها شباك الصيد شاطئ صليبخات المقابل لشاطئ لمقهص صليبخات الشعبي لما لاحظنا وجود كمية كبيرة من الأسماك الناطقة وهي معظمها الأسماك التيم طبعاً بدأنا الحملة الساعة 8 الصبح ومستمرين لغاية الحين طبعاً يكون رفعنا ما يقارب طن ونص من الأسماك النافقة مستمرين بإذن الله احنا طبعاً كحملة قبل يومين كنا في شواطئ مستشفى صدري وقبله كنا في الجزر الكويتية وكنا في شواطئ عشيرج لاحظنا أن الأسماك هذه منتشرة بكل مكان تنظيف المنطقة من تلك الأسماك ورس تلوثات المياه مستمر وأيضاً العمل مستمر على مسح ساحل شاطئ أصل بخاط وعلى حويدر تلفزيون دولة الكويت